أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد اللي من استطاع إليه سبيلاً في البداية أعتذر على التأخير هذا اللي صار مو بإيدي بصراحة أني تعمد شوي صار فيه مشاكل وأنا آسف على كل حال لأنه تأخرت عليكم الدقائق العشر وأظن أو تسعة دقائق فأعتذر شديد لأعتذار طيب على كل حال اليوم حلقتنا مثل ما بتعفو أصدقائنا هي لا تصدق عزيزي المسلم كما يقال عن نبيك طبعاً الحلقة يعني في الأغلب هي موجهة لأخوتنا المسلمين الكيوت خلينا نسمونيهم اللي بياخدوا الإسلام على أساس من فيلم الرسالة يعني رح نطرح لأحاديث كتير متداولة عند أخوتنا المسلمين وهي تمجد يعني تمجد الإسلام تمجد أو بالأحرى خلي تخلي الإسلام يبين في شكل أخلاقي جيد مناضل كل هالأشياء يعني على مثال إنه الأحاديث اللي العنكبوت أحاديث لو وضعوا لي القمر على يميني والشمس على الشمالي أو بالعكس في أحاديث كمان كتيرة فرح نطبق له ونشوف هل هي صحيحة أم لا على كل حال أصدقائي أنا يعني أرحب كل الأصدقاء المتواجدين معنا أبو الحكم، صياد الفوائد، مواطن، مستر بلاك، آرام كل الأصدقاء المتواجدين معنا أهلا وسهلا فيكم وأتمنى من الأصدقائنا نشر رابط الحلقة حتى يصلى أكبر عدد ممكن من الأصدقاء حتى تعمل فائدة وأتمنى من أخوتنا المسلمين يشوفوا ويحكموا عقلهم وقا نشوف شو شو قصة الإسلام الكيوت خلينا نقول أو إسلام مثل ما بقولوا إسلام فيلم الرسالة أتمنى الميت ما يلعب معي لأنه الميت ما بعرف شو قصته اليوم عم يعطيني مشاكل بصراحة كتير يعني صعبة ما بعرف ليش الفكرة هاي طيب طيب على كل حال الميت بصراحة ما بعرف شو عم بيعمل معي فأنا راح حاول أحط الأحاديث هاي كلها ونبدأ بحديث طيب بالحديث أنه وضع ما يشاع ولم يثبت في السيرة النبروية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر حتى يظهر الله أو أهلك فيه طيب أنا راح سأعمل شيء أصدقائي للصفحة هاي طبعا هاي صفحة التاريخ الإسلامي دون تشويهة وتزوير إشراف الدكتور راه السرجاني أظن قصة الإسلام الموقع هو قصة الإسلام فيعني الموضوع لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري الدكتور محمد عبدالله العوشا طبعا 2014 ملخص المقال مما يشاع ولم يثبت في السيرة النبوية قول رسول الله لعمه أبو طالب والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ناترك هذا الأمر حتى يظهره الله فما يشاع بيقول هون قال ابن سحاق رحمه الله وحدثني عقوب بن عثب بن مغيرة بن أخنس أن قريشا حين قالوا لأبي طالب هذا المقال بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن قومك على كل حال يعني لأنه المقال طويل بصراحة وأنا مبدأ أطول على أصدقائنا فملخص الحديث إنه الحديث هذا ضعيف فالحديث ضعيف فأنا الفكرة اللي بدي أطرحها طبعا رح ننجي على حديث أخرى كمان يعني بنفس المستوى ونفس التصديق من أخوتنا المسلمين حبايبنا وأهالينا إنه فيلم الرسالة أو الإسلام الكيوب أو حتى المناهج المدرسية طبعا نحن هيا أنا بصراحة الحديث هذا أنا دارسه في منهج الدراسي في المدرسة الابتدائية في سوريا في المنهج السوري وطبعا أنا متأكد إنه في كل المناهج الدراسية في العالم الإسلامي أو العالم العربي يعني موجود هالحديث هذا ويدرس على أنه حقيقة مع أنه متل ما شفنا الشيوخ المسلمين طبعا إذا بدكم كمان أنا بشاني بصراحة أنا حطيت فيديوهات لأبو الصحاق الحويني وغيرهم من المحدثين المسلمين ولكن أنا ما حطيت لأنه في حقوق مشروب سبب لي مشاكل باليوتيوب وأنا ملدوع من اليوتيوب فلذلك أنا ما حطيت فيديوهات يعني الشهود كثيرة أنا أتمنى من الأصدقاء وخصوصا أهالينا المسلمين أنه يروحوا ويفتشوا وراها الأحاديث هاي خصوصا الشيخ الحويني يعني عنده مجموعة كبيرة من الأحاديث الضعيفة التي ليس لها صحة فأنا أتمنى من أهالينا أنه ما يصدقوا كل شيء يرقال عن محمد وإذا جينا على سيرة محمد ما أظن محمد بسيرته اللي بنعرفه عنه يقول هكذا كلمات يعني يعني على أساس قريش عرضوا عليه السلطة وهو رفض في سبيل أنه يترك الدين الجديد يعني القريش عطته السلطة في سبيل أنه يترك الدين الجديد هذا شيء غير صحيح يعني محمد كان هو تواط للسلطة بصراحة وهو أصلا أسس دينه بشأن السلطة فمو معقول يعرضوا عليه السلطة كاملة سلطة قريش سلطة مكة ويقول لن لا والله أنا ما بترك هو حتى وصل في مرحلة يعني الغرانيق العلى إن شفاعتهم لا ترتجى يعني صار يشرك في إله إهاله القريش في سبيل أنه يرضي أهل القريش فما بالك إنه يعطوه السلطة على أساس يترك الدين فما أظن يعني محمد يعني يرفض هكذا أمر فالفكرة أنه يعني الأشياء فالحديث اللي تمجد في محمد أغلبها موضوعا ورح نشوف نحن حديث الحمامة والعنكبوت الجنة تحت أقدام الأمهات الدين معاملة اذهبوا فأنتم الطلقاء مثلا النظافة من الإيمام في حديث اطلبوا العلم ولو في الصين يعني بصراحة هالحديث سيادة اطلبوا العلم ولو في الصين يعني شيء ما بعرف يعني مضحك مبكي إلى أبعد الحدود اطلبوا العلم ولو في الصين ما أظن يعني الإسلام يحب على العلم فجماعة اللي بعد محمد أو الفترة البعد محمد حاولوا يجملوا وجه الإسلام بعد ما غزى العالم يعني حاولوا يجملوا الإسلام أنت وضعوا هالحديث هاي في أحديث مثلا رجعنا من الجهات الأصغر إلى الجهات الأكبر في حديث أبغضوا الحلال عند الله الطلاق يعني في حديث بصراحة كثيرة كثيرة بس أنا أتمنى كمان من أصدقائنا كما قلت يشوفوا الشيوخ المحدثين اللي هن خصوصاً الوقت الحالي مثل محمد حسان يعقوب الحويني كل هدول نشوفوا نشوفوا الحديث الضعيفة خلينا نروح نشوف الحديث الأول حديث الحمامة والعنكبوتة وأنه محمد لما هرب من قريش فالعنكبوتة حط ساوت بيتها والحمامة كمان وضعت بيضها ونشوف صحتها يعني يعني أنا اعتذر لأنه النات عندي شوي بصراحة ما يعني بيوغوش من التموين على كل حال أصدقائي أتمنى منكم إذا في عندكم أي أسئلة طرحها وإذا في مشاركات كمان طرحها وأخوي أبو الحكم رح يوصلي كل شيء أنا رح أفتح لسكايب طبعا بداية بس طيب رامي رامي بصراحة عم تقول ليه كل الحلقات عن الإسلام بس حتى المرحدين الخلفية مسيحية يركزون على نقض الإسلام فقط دون بقية الأديان جاوبنا كتير على هذه الأسئلة وأتمنى يعني لو تفهمونا يا جماعة نحن أهالينا يعني في ورطة أهالينا في مأزق كبير وعم نحاول نفهم أهالينا وعم نحاول نفهم أهالينا يعني الوحل اللي منغمسين فيه فهي هي المشكلة يعني اليوم المسيحية بصراحة ما يعملتنا شيء على الأرض الواقع يعني كم شقد نسبة المسيحيين بين أهالينا ومسيحيين؟ طبعا مستر بلاك أهلا وسهلا فيك حبيبي أنا آسف إذا كنت ما عديت على اسمك طوني كمان أهلا وسهلا رامي شريفة الاصدقاء أهلا وسهلا فيكم آسف كتير إذا نسيت أحد الأصدقاء بس بشأن الأخ رامي يعني فها هي مشكلتنا مشكلتنا إنه نحن في مأزق حقيقي يعني اليوم إذا واحد عم بيقلت لك شيء حامل عليك سيف أو بارودة وقدر يقوص عليك طوله أوكي استمنا شوية بدأ روح أنا أعاتب اللي هداك المخرف التاني اللي قاعد برا لا شغلة ولا عملة ونسبة قليلة أصلا يعني المسيحيين يعني شان نسبة المسيحيين شوي بمصر بسوريا وبالدول بلاد الشام يعني ليس أكثر يعني شمال أفريقيا كلها ما فيها مسيحيين إلا اللي دخلوا المسيحية عن قريب خليج ما فيها مسيحية فهم مصر وبلاد الشام والعراق يعني فهاي بشأن هيك تركيزنا على الإسلام وبدنا نصحي أهالينا وسبب الحروب الموجودة هي يعني الإسلام الرقم أول والوحيد يعني الموجود حاليا فهذا وأتمنى تتفهمنا أخرى أهلا وسهلا فيك حبيبي وكل الأصدقاء الموجودين أسامة عصمان أهلا وسهلا حبيبي أسامة الحديث الأول طيب أبس أخلص السكايب أكيد يعني راني عم تسأل أنت بتقدر تتصل بسكايب أنا بس أخلص طرح الموضوع رح أقلكم أفتح السكايب وسكايب مفتوح ممكن تتصلوا في أي وقت فأهلا وسهلا على كل حال أنا شايف رانيا هي مستعجلة ومع أنه لسع ما بدأ أنا بطرح الموضوع رانيا أستتسمعيني رانيا؟ نعم أسمعي بفضل رانيا أنا لسع ما بدأت الموضوع يعني ما بعرف ليش مستعجلة على طرح الاستصال نعم أنا بس أهلا أخي جعال أهلا جميع السمعين نعم طبعا موضوع رسوليكم أسمع النبي الإسلام طبعا موضوع كثير من يعني حبت أتكلم فيه أحبيت بس أعلق أنه يعني تصرف فيها سلطة مغاملية رقمية في الإسلام نطرس طبعا نحن أطفال لس هال معلومات أنه النبي أهم شي بالعالم النبي عمل وعمل والنبي كان أعظم شخص بالعالم وكيف يعني فيه مواضيع يعني حتى أنت كتفل يعني ما تصدقى يعني مواضيع زي مثلا عمل هو مثلا كان بطل مال أو هيك شي ليش هو بطل هالأشي يعني ما تفهم ساكيز عليه هو بصراحة يعني راني الموضوع أنه أنه المسلمين الجملون وجه الغول هذا يعني الإسلام ما فيه شي الإسلام كان بحديث ولا من القرآن ما فيه شي غير من نكاح والسبي والغزوات يعني الدماء والأشلاء والنفاس وهالأشياء هاي فمثلا حديث لو اطلبوا العلم ولو في الصين يعني أو الجنة تحت قدام الأمهات وهل هالمسائل هاي اللي تخلي الإنسان مثلا يفي ضميره يعني هم وضعوها لتجميل شكل الإسلام لأنه لما دخلوا العراق سوريا وجدوا حضاراتهم أصلا حضارتهم صحراوية جافة جدا فوجدوا حضاراتهم والناس مهما كان السيف قوي ما تقبلت هالأفكار هاي فانجبروا يعني هم انجبروا ويضعوا حديث كما بقولوا يعني أبهارات أو مقبلات حتى الناس تقبل هالفكر هادا نعم بطبط أخي جانا الموضوع انه انه شخص لما يعني كما يقول لك أنا والله 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 صحيح اللي عملوه إحنا أطفال يقولوا انه أحسن شخص بالعالم صحيح حديث كلها جيدة وجيدة وجيدة ماكي شخص بالعالم جيد حتى يعني نتكلمنا على شخص احنا متكلم على كاريخ يعني حتى لا يمكن أن نتخ بالناس اللي كتبتهم متضابط متضابط هاي أنا في نظره طبعا انه نبي محمد هاي لو كان حقيق أردنيا كل ما صنع من بعده هو كاريت عطمة واكبا كاريتس العالم يعني دين الإسلام الذي هو الآن موجود وتابع أهد الملايين ويعني مش متابعه وخلنا نقول عابده لأنه هو صلط عليهم الصيف انهم يبقوا تحت تحت إيمان حتى الإيمان يخوفهم بكل شيء موجود يعني خوفهم برقاتل خوفهم بالحق خوفهم كل أشياء احنا نسمانة طبعا انه رسالتنا توصل لأنه تنريغ أنه نوصل فترس أنه الشخص يجب أن يتحادل نفسيين أول شيء أهم شيء هو الشخص بينه وبين نفسهم لأنه فيه كناس كتير متنوعه فيه كناس كتير يعني تكون كيوت كما قال المسلم الكيوت لكن لازم تصرح بينك وبين نفسك ولازم تصرح بينك وبين نفسك وبين العالم وبين فهم العالم هذه هي السبب لكل تعكيد لكل تعكيد أشكرك جزيل الشكر رانيا طيب أصدقائي أشكرك جزيل الشكر أصدقائي طيب خلينا نروح على أول حديث هو حديث مسألة العنكبوت يعني الطريق إلى الله فيه منتدى اسمه الطريق إلى الله فيه أخت عم تشرح هالحديث هذا وشو قصة الحديث خلينا نساوي شير سكرين نشوف مع بعض الحديث هذا عم تقول بين أهل العلم أن قصة الحمام والعنكبوت غير صحيحة ولم تصح أبداً والدليل كما يعني ذكرت هذه القصة بالاستنادي لحديث وذلك بأربع طرق الطريقة الأولى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال أخبرني عثمان الجزري أن مقسناً مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس قوله وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك الأنفال ثلاثين قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذ أصبح فأثبته بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل أقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون علي ويحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا علي رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا قال لا أدري فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل خلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على باب بابه نسجل عن كبوت فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسجل عن كبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال أخرجه الرزاق في المصنف تسعمية وتسعة تلاف سبعمية ثلاثة واربعين بأطول من هذا وأحمد واحد على ثلاثمية وكذا والطبري في جامع البيان عند التفسير الآية والطبري في الكبيغ الرقم ١٢٥٥ والخطيب في تاريخ بغداد ١٣ على ١٩١ والحديث ضعيف في إسنادهم عثمان الجزري قال ابن أبي حادم في الجرح والتعديل ٦ على ١٧٠ عثمان الجزري وقال له عثمان المشاهد روى عن مقسم روى عنه معمر والنعمان سمعت أبي يقول ذلك حدثنا عبد الرحمن أن علي بن أبي الطاهر القرويني فيما متب تحسين بعض العلماء للقصة هاي تحسين وزار بعض أهل العلم إلى تحسين القصة الحافظ من كثير في البداية والنهاية طبعاً أتمنى إذا الأصدقاء يروحوا على موقع الطريق إلى الله بيشوفوا كل هالمسائل هاي حديث يعني أنا بس حبيت أخذ هالقصة هاي شوي من هات حتى نعرف شو مسألة العنكبود طبعاً حديث ضعيفة كما متل ما قلت كمان الشيخ الحوين ذات نفسه ينكر هذا الحديث ويشوفه ضعيف فالفكرة أنا جدني فكرة أنه محمد لما بده يهرب لمدينة من القريش حط علي مكانه الطفل يعني الذي كان طفل علي بنبي طالب فشوفوا النخوة والمروة في هذا الحديث يعني حتى أنه حديث ضعيف أو وإذا كان القصة صحيحة شوفوا النخوة والمروة عن محمد حط الطفل بداله في فراشه وهرب مشان القريش يشوفوا إذا شافوا فرشته يقولوا محمد هون وإذا قتلوا يقتلوا هالطفل هذا يعني يعني في الليل طبعاً كان دنيا ليل فإذا القريشيين ما تأكدوا من الموجود في الفرشة قتلوا بدون ما يتأكدوا فراح يقتلوا الطفل شوفوا المروءة في هالقصة حتى إذا كان حاطر القصة يعني مثل ما يقولوا قصة ملفقة وإذا كانت قصة حقيقية يعني كارثة بصراحة كارثة إنه يضع طفل في فرشته حتى يهرب هو وتخلي الكفار هدو القريشيين ويجوا يشوفوا والله في واحد في فرشة محمد باحتمال يقتلوا بدون ما يتأكدوا على كل حال فمسألت إنه محمد هرب ودخل في غار هو وأبو بكر وفوراً العنكبوتة نسجة البيت هذا والحمامة كانت جاهزة ووضعت البيضات مثل ما شفنا هو يعني مثل ما يقولوا حديث ضعيف لا أثر له ويعني من الصحة نهائياً ولا يعني من نهائياً ما له أثر من الصحة وهو حديث ملفق على بالحديث حتى يعني المشكلة إنه يدرس يدرس في المدارس الرسمية وهاي المشكلة إني أتمنى من الأهالينا المسلمين يروحوا يبحثوا عن عن هالحديث هذا حتى يشوفوا إنه حديث ضعيف ومحمد لم يكن صاحب معجزات نهائياً محمد كان شخص عادي جداً وفي مسيرته لما هرب إلى المدينة كان يعني كل شيء فيه طبيعي ما في شيء مثل ما بقوله معجز ما في شيء اسمه أعجاز الأعجاز هو يعجز العقل الغير قادر على التفكير طيب خلينا نروح لحديث آخر حديث الجنة تحت أبدام الأمهات نشوف الحديث رح أعمل شير مثل العادة طبعاً الويب سايت ملتقى أهل الحديث تخريج الحديث جنة تحت أبدام الأمهات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جنة تحت أبدام الأمهات إسناده ضعيف أخرجه القضاعي في مسند شهاب 129 والخطيف الجامع 2 على 231 عن طريق علي بن أبي إبراهيم من وسطي حدثنا منصور عبد المهاجر عن أبي النظر الأبار عن أنس به أبو النظر مجهول العين لم يروى عنه إلا منصور بن المهاجر وورد في حديث عباس أخرجه بن عدي في الكامل مجلة ستة يمكننا على الصفحة 347 حدثنا عمر بن سنان حدثنا عباس بن الوليد خلال حدثنا موسى بن 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 وزاد من شان ادخلنا من شان أخرجنا طيب كمان محمد بن موسى كذبه أبو زرعة وأبو حاتم وقال النساء ليس بثقة وقال الدار قطني وغيره متروك وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه كان يضع الحديث وقال ابن عدي كان يسرق الحديث كما في الميزان مجلة ستة صفحة 559 وهذه الزيادة منكرة لا يصلح ذلك شاهدا تمام تمام نشوف أحاديث أخرى مثلا الدين معاملة يعني اليوم نحن أي مسلم أي مسلم لما بتحكي معه إنه يا أخي الدين هدا خرافة وما بعرك في الشو يقول لك الدين معاملة أي معروفة نحن كلتنا يعني مثل ما قولوا نتعامل فيها إنه الدين معاملة وهو بصراحة هو ليس حديث وليس شيء من الحديث ونشوف مركز الفتوى في اسلامويب طبعا هي يعني قطر رضي الله عنها نشوف مركز الفتوى هاي مركز الفتوى ب بإسلامويب الدين معاملة عم بيقول للسؤال ما مدى صحة حديث الدين معاملة وجزاكم الله خيرا طبعا الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد فإن مما شاء عند الناس قولهم الدين معاملة فبعضهم يعده حديثا والآخرون يطلقونه مثلا ولم نطلع عليه في أي من المصادر الحديثية والله أعلم فأظهر أنه يجري مجرى الأمثال وهو مثل يدلع المبلغ أمية الأخلاق في دين المسلم وهو ما أكدتهم نصوص النبوية المتكاثرة في هذا الشأن فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه مالك في الموطأ بلاغا وقال ابن عبد البر هو متصل من ذلك قالوا صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم وأعتربكم مني مجلسا يوم القيامة فأعاد ثلاث أو مرتين قالوا نعم يا رسول الله قال أحسنكم خلقا فواه وجود أسناده الهيتم على كل حال يعني بصراحة أنا هنا كمان في عندي تعقيد بسيط على مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وشفنا تطميم مكارم الأخلاق في زواج الصغيرة ونكاح الميتة ويعني مكارم الأخلاق ما شاء الله يعني وشفناها بجلب بني القريزة وذبح كل الكبار فيهم كما بقولوا وزواجهم الصفية وكل هاي لإتمام مكارم الأخلاق ما شاء الله يعني الأخلاق كانت ناقصة إجا محمد ومتل ما بقولوا كرم مكارم الأخلاق طيب المظافة من الإيمان المظافة من الإيمان رح نشوف كمان موضوع الحديث هذا المظافة من الإيمان يعني النظافة من الإيمان نحن كما بقولوا قريناه في بالمدارس بالشوارع وعند الأهل كلهم كلهم يعني يقولون إنه النظافة من الإيمان وتربين على المثل هذا هون في شبكة صحاب السلفية حديث النظافة من الإيمان أبو عمر فلسطيني عم بقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وأخرجه البخاري ومسلم في المقدمة فقد قرأت إعلاناً في بلدتنا فيه انفلاق من قوله عليه الصلاة والسلام النظافة من الإيمان تدعوكم حركة حماس إلى يوم عمل طوعي بلا 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 بهذا اللفظ وأقصى ما وجدته اللفظ التالي النظافة تدعو إلى الإيمان هو حديث ضعيف وفي الحديث تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على النظافة ولم يدخل الجنة إلا كل نظيف قال الشيخ الألباني رحمه الله موضوع علقه الرفاعي في تاريخ قزوين مجلد واحد أكيد صفحة 176 عن طريقة بالصعاليك محمد بن عبيد الله بن يزيد الترسوسي في جزء من حديثي حدثنا أبو علي الحسن بن محمد حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي حدثنا محمد بلا 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 عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قلت وهذا موضوع فتا هو عمر بن صبح قال الحافظ متروب كذبه ابن رهاوية وفيه كثير من كذبوا وضعفوا يعني كثير من الناس كذبوا وضعفوا على كل حال أنا بصبت النظافة من الإيمان أنا في بدي يعني عندي هون حديثين في مسند أحمد وعن المحدث ابن عيثم ابن القيم ابن القيم الجوزية طبعا عن النظافة بشان نعرف يعني المظافة اللي يقولون المسلمين أن النظافة من الإيمان وطبعا لازم يكون القدوة هو محمد الحديث يقول تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته للخلاء ثم جاء فقرب له الطعام فأكل ولم يمس سماء الراوي عبدالله بن عباس الخلاص للدرجة اسناده صحيح المحدث أحمد شاكر المصدر مسند أحمد الصفحة أو الرقم الخمسة على تسعين يعني إذا كان شخص كيرا نظيف مثل محمد ويقول نظافة من الإيمان فما أظن وما أعتقد يعني يروح يتبرز ويجي يأكل ويشرب على كل حال أنا هل يعني مسألت أنه محمد تبرز أو راح قضى حاجة حتى لشخاخ يعني وجاء أكل مواضع كتير بصراحة أنا في حلقات سابقة طلعت بعض الحديث ومنه ما قدم له تمر على ترس وأكل وبدون أي مسماء مواضع كتير يعني ميهنه بس هالموضع هذا في حديث ثاني كمان تهزيب السنن المحدث بن القيم عم بيقول أن رسول الله تبرر ثم خرج فطعم ولم يمس سماء المحدث بن القيم المصدر تهزيب السنن الصفحة أو الرقم عشر على ميتين وثلاثة وثلاثين يعني بصراحة أنا أريت كتير موضوع أن محمد كان يروح يتبول يروح يتبرز ويجي يشرب يأكل بدون ما يمس ماء والنظافة من الإيمان يبدو أنها ليست من الإيمان يعني ما بعرف مي خلط النظافة بالإيمان يعني شو علاقة النظافة بالإيمان على كل حال أصدقائي اللي حابب يداخل أنا طيب طيب الأخ أبو الحكم بيقول أكبر نذالة من محمد أنه ضحى بعليه خصوصاً أنه كان طفل أو غلام هو أول فدائي بالإسلام طبعاً يعني هو أول فدائي بالإسلام بكل تأكيد الأخ خالد عم بيقول جان بظن أنه أهل عند مع هون ما رح ينفع لأن الشي صار بالجينات تبعها هون محمد أحد مركبات الدم تبعها هون أنا لخصت من هالمرض مريت بمراحل طويلة أنا خلصت أنا لخصت من هالمرض أنا خلصت يعني مريت بمراحل طويلة رش تراب على الرجال فناموا يلعن رب هالقصة أكيد قصة صحيحة لأن علي لقب بعد هذه الواقع بأول فدائي بالإسلام يعني أول فدائي بالإسلام وهي مسألة رش عليهم التراب وناموا أنا والدي كان يقولنا أنه أبو يعني دخل محمد على أبو جهل ولا على يعني واحد من هدول وكلموا فذاك طاعوا يعني الرجل خاف ليش؟ في أسدين طلعوا أسد من هالطرف وأسد من هالطرف طلعوا له وهذاك خاف طبعا ما بين قدام الناس ولكن هذاك يخاف منه لأنه طلع له أسدين من مكتافه لمحمد أول وخزعبلات يعني لا تنتهي بصراحة واللي الشخص اللي متل ما بقوله اللي بأمن بالإسلام وخصوصا الإسلام الشعبوي متل ما بقوله يعني بين الناس البسطة بتسمع قصص قصص إلى أول ما لآخر بصراحة يعني قصص لا تنتهي نحن عم نحكي أدول الأحاديثة دول الضعيفة اللي تدرس في المدارس اللي تدرس في المدارس وتقال في خطب الجمعة وكل الشيوخ حفظانينا ومع أنه كل الشيوخ يعرفون أنها ضعيفة وكاذبة مع ذلك بقولوها لأنه ما في شيء غير أن يجمل وجه الإسلامي عنها يعني كيف بدي يجمل وجه الإسلام هل بدي يجمل وجه الإسلام بحاديث صحيحة مثلا مثل جعل رزقي تحت ظل رمحي مثلا ولا جئتكم بالذبح وأشار هكذا هكذا ولا هكذا يعني فتجميل وجه الإسلام أكيد يذهبوا فأنتم الطلقاء إطلبوا العلم ولو في الصين مع أن كل هذا تدخيل تدخيل وهذا باعتراف الشيوخ نحن ما عم نقول نحن لما الشيوخ يقول هذا حديث صحيح نعتمد هذا حديث صحيح على حسب رأيهم يعني بس الحديث الضعيف يقولون عنه ضعيف من اللي كان ضعيف فهم يقولون عن هذه الأحاديث ضعيفة فالأحاديث هذه الضعيفة يدرسوها في المدارس يقولوها في الفضائيات ومع أنه بيعرفوها ضعيفة من الشيوخ لكن أنا أتحدث عن الأحاديث الشعبوية بصراحة فيه كم من الخرافات بالأحاديث الشعبوية لا تعد ولا تحصى يعني بس بدي واحد يفكر فيها يعني شوي على كل حال خلينا نشوف أطلبوا العلم ولو في الصين أطلبوا العلم ولو في الصين يا سلام على طلاب العلم يعني نحن شايفين مثلا من كتر المسلمين طلاب علم كتر المسلمين يعشقون العلم الجامعات الإسلامية في أرقى الجامعات هم يعني قبل 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 شوي أنا قريت خبر عن ناسا أنه بتشفت عشر كواكب أخرى عشر كواكب أخرى الكفار هدولي يعني في كواكب منها مثل ما بقولوا صالحة للحياة ف لو بالفعل أطلبوا العلم ولو في الصين وكان الإسلام يحض على العلم كما يتبجحون كان أقل شي شفنا الله جامعة من جامعات السعودية مثلا يعني اكتشفت لها ربع كوكب أو أي بحث بسيط في الفضاء اللي شفناه للأسف الشديد جامعات السعودية وهي مثل ما بقولوا انطلاقة الإسلام من أراضي السعودية هي تسمى السعودية حالياً يعني شفنا في الدكتوراه في الإضراط ودكتوراه في عمر عائشة ودكتوراه في النفاس والحيض وهل كل هالأشي أهل لو بالفعل أطلبوا العلم ولو في الصين كان شفنا أقل الشي يعني بحث واحد بحث واحد في علم الفضاء والفيزياء والعلم الطبيعية ولا أي شيء آخر طيب خليني أعمل الشير سكرينك شان نشوف أطلبوا العلم ولو في الصين شايفين أصدقائي اسلام ويب كمان مركز الفتوى درجة حديث أطلبوا العلم ولو في الصين السؤال سمحت الشيخ الكريم أفتونا عن أطلبوا العلم ولو كان في الصين أطلبوا العلم ولو في الصين هل هو حديث شريف جزاكم الله خير الجزاء أبو صالح أندونيسيا الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فحديث أطلبوا العلم ولو في الصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم أن الملائكة تضع جنيحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قال عنه الإمام العراقي في تخريج أحاديث الأحياة حديث أطلبوا العلم ولو في الصين أخرجوا بن عدي البيهقي والبيهقي في المدخل والشعب في حديث أنس وقال البيهقي متنه مشهور بأسانيده ضعيفة وقال الإمام المناوي في فيض القدير قال ابن حيحبان باطل لا أصل له والحسن ضعيف لا أصل له مختلف في اسمه مجمع على ضعفه وحكم ابن الجوزي بوضعه ونورع يقول المروي المزي له طرق ربما يصل بمجموعها الحسن يعني والله أعلم يعني حديث موضوع اطلبوا العلم ولو في الصين فشفنا طلاب العلم ما شاء الله البواسل طلاب العلم الميتشستيرات اللي شفناها الأضراط والفسر وكل هالزبال اللي بنعرفها للأسف الشديد على كل حالة أصدقائي اللي حابب مثل ما أقولوا يداخل أهلا وسهلا اللي في عنده أي أسئلة يا ريت اللي بعثنا إياها حتى نجاوب عليها مثل ما أقولوا ونتناقش بموضوع هل كل ما تسمعه يا عزيز المسلم عن نبيك هو صحيح؟ يعني أنا الأخ حنة بعل عم بيقول عند اكتشاف كائنات فضائية جامعات سعودية تحل المكاحة بصراحة يعني أخوي حنة أنا سمعت عن الشيخ حسان أظن ما بعرف إذا كان كذب ولا حقيقة ولا ولا بس مزح يعني شو شو القصة إنه محمد حسان وقتل قاله إنه في ماء على المريخ الحرام التوضع بها الماء فأسعفونا يا أصدقاء إذا كان مضبوطا حل كلام ولا لا طيب أنا في انتظار مثل ما أقولوا مداخلاتكم واللي حابب يتصل فيني كمان على john.borough2 طيب الأخ غالد في الأخ أبو الحكم على كل حال الأخ أبو الحكم عم بيقول لي جان اسكر هذا الحديث عن زينب أنها كانت تفلي رأس الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهمنا يشتكين طيب خلينا أخذ اتصال أبو الحكم طيب طيب أنا كنت عاوز سارة هذا الحديث طيب 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 جان حبيت أتذكر هذا الحديث خلاص أنت ذكرته عن إنه محمد كان مقمل ما عرفت كملت لسا ما كملت أنا لسا ما كملت يعني راح أكمله على كل حال أنا قدامي يعني بعد أمرك أراها فضل فضل قال زينب تفلي رأس محمد من القمل نسأل الله العافية يقول له عن زينب إنها كانت تفلي رسول الله وعنده امرأة عثمان بن عقفان ونساء من المهاجرات وهم يشتكين منازلهن إنها تضيق عليهم ويخرج منها فأمر رسول الله صلعاً أن تورث دور المهاجرين للنساء فمات عبدالله بن مقصد فورثته امرأته دار بالمدينة عون المعبود شرح السنة من أبي داود إنها كانت تفلي بالقاموس فل رأسه وبحث عن القمل هذا طبعاً من سنن أبو داود هذا الحديث هو مذكر ماك نفقه إنه كان يعني يذهب إلى نساء ويحط رأس وشعر طويل يحط رأسه على رجلين ويبدأوا بالبحث عن القمل ويمكن يعملوا ليه وجبة يجمعوا ليه وجبة لا لا ما أظن يعني هو بصراحة أبو الحكم نحن فكرتنا إنه كنا نسمع إنه محمد كان نظيف جداً أنا حتى والدي كان يقول المحمد قبل ما يمرق مثلاً إذا مرأ من شارع قبل ما يصل بكذا متر بتشم ريح تلمسك وبعد ما يمرق كمان يروح يضل فترة طويلة ريح تلمسك موجود في المكان اللي مر فيه فلما تشوف هذا طبعاً النفس اللي يطبق الكلام اللي أنت تقوله لا تصدق أي شيء يقال عنه بالضبط طبعاً ما نصدق هذا الكلام مدليل على أنه رسول الله مقمل يعني هذا شيء غريب وعجيب أصلاً القمر يجي من شيء واحد فقط جانب إذا واحد كان يده دهين دهين من أكل أو شيء ولعب بشعر وخلص يعني خلص رأساً يصير عنده القمر فهذا الأولاد ممكن يعملوها بالطفولة ويصير عندهم قمر لكن رسول الله وإنسان كبير بالعمر يصاب بهذا المرض فأعرف إنه إنسان غير نظيف أصلاً وكمان يدعي إنه رسول الله يعني بالضبط يعني هاي هاي الفكرة أبو الحكم يعني إنه يقوله محمد نظيف وأمثلة أنا بس بدي من أهلين المسلمين إنه يفكروا إنه الكلام اللي سمعوه هاي إنه ريحته تجي مثلاً انفوح ريح تلمسك منه قبل ما يصل بكزا متر وبعد ما يروح بكزا وقت بتم ريحة الطريق نسك هاي كلها أحاديث كلها بكزب بكزب الحقيقة إنه في محمد كان يقدم على الأكل بعد ما يخلص متواليت بدون حتى يمس ماء وأحاديث كتير أنا ذكرت بحلقات سابقة وأنا ذكرت حديثين في هالحلقة هاي وأحاديث موجودة يعني في مسند أحمد مثلاً يعني مسند أحمد ما هو باللعبة يعني صحيح صحيح وحسن يعني ما هو إنه ضعيف مثلاً وذكره أحمد ومسألة تفليت الراس يعني كلها تسمعنا ولكن ولكن صدقني يا أبو الحكمي يعني ما كنا نسمع نحن هل أنت سمعت بالمدرسة مثلاً ولا بالجامع ولا بأي وقت لما كنت مسلم إنه محمد كان يفلوله راسه؟ لا طبعاً المشكلة يظهرون فقط الجانب الإيجابي من محمد يعني أشياء اللي مخباية بالأحاديث ما يذكره وهم خاصةً عندهم كلام يقولك ما يعلموا العلماء ليس بالضرورة أن يعرفوا عامة الناس من شان شو؟ لأنه إذا حاجات سلبية هم ممكن يتحملوا بس البقية الشعب يعني صعب عليهم يقبلوا هيك شي أو يسمعوا هيك شي بس لكن الحقيقة وإحنا في القرن الـ 21 أي شيء يحصل يعني من كتب أحاديث نقدر نقبل الكتاب لنفلي الكتب ونجرد عن بعضها ونعرف الأشياء المستخبية مثل ما يقول بالضبطة بالحكمة يعني عدولة مثل أنت قلت إنه ممكن الشيوخ إنه يبغادوا عن الأشياء السلبية الشيوخ يبغادوا عن الأشياء السلبية لأنه رزقهم بها المسألة هنا هم يسترزقون منها فلزلك بيضغادوا عنه وبيعطوهم الأشياء تبين جيدة عن محمد مع أنه هن بيعرفوا موضوعها بيعرفوا ضعيفة بيعرفوا أنهم غير حقيقية فالمهم يخدروا هالناس فيها والناس نساكين يعني مبروك تبرمجوا عنه يصدقوا الشيوخ صحيح صحيح شكرا جان سلامي للمشاهدين وصدقاتي وصدقائي بالديكس أشكرك أشكرك أبل حكم جزيل شكر حبيبي أشكرك طيب على كل حال أنا بصراحة أنا يعني مثل ما بقوله بدي الأخ ما بعرف إذا الأخ بالحكم هو طرأ الحديث ولكن أنا بدي أقرأه أحتمال ما كان لأنه صوت السكايب شوي ما بكون جيد في البث عن زينة بأنها كانت تفلي رأس الرسول يعني تفلي يعني تشوف منه تشوف طالع القمل منه تفلي رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنهن تضيق عليهن خرجن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن سعود فورثته ومرأته دار بالمدينة على كل حال يعني الزلمة محمد كان قاعد بيحضنه وحده عم فلي له رأسه والنساء هاي عم بيشكوله فعم بيعطي أهم شغلة عادية جدا كان يعني ما هو واضح أنه شيء غريب طبعا موجود هذا بشرح سن أبو داون أتمنى من الناس اللي حابة تشوف تروع على سنن أبو داود تشوفه يعني كانت المسألة عادية جدا وبيعدت مواضع مسألة تفلاية رأس الرسول هاي بعدت مواضع طبعا تفلاية رأس الرسول أهالينا المسلمين ما بيعرفوه مثل ما ذكرت أنه بيعرفوا عنه أنه نظيف جدا محب للنظافة يكره مثل ما بقوله الوساخة دائما معطر يعني هو العطر إذا كان يحطه بشأن النسوان ليس أكثر يعني لما قال حبب إلي من دنياكم الطيب أو النساء هذا حديث صحيح أنا متأكد منه يعني فالنساء بده طيب يعني واحد يروع عن صاحبته مثلا ما يطيب يعني ما بتدخل للعقل على كل حال أخ خالد أظن بعت لي شيء عم بيقول أقرأتك سلام جلدة الحنفية أطلب منك ذكر قصة محمد مع جاره اليهودي حيث كان اليهودي يرمي القمامة كل يوم على باب محمد فمر يوم ولم يجد محمد القمامة على بابه فسأل محمد عن جاره اليهودي فوجد اليهودي مريض فقام محمد بالزيارة اليهودي وأهداه موبايل آيفون سبعة على كل حال أخ حبيبي خالد أنا بصراحة الحديث هذا موبا يعني تضعيف الحديث هذا أكيد ضعيف مليون بالمئة يعني بس أنا يعني ما حطته بالليستة أنا حطته أشياء أخرى يعني كان موجودين بس حلوة هي أهداه آيفون سبعة يعني أنا ما بعرف ليش سبعة بالضبط يعني آيفون سبعة بالضبط أشكرك خالد جزيل الشكر حبيبي خالد ومثل ما قلت أصدقائي أنا أتمنى منكم تطرح أفكاركم تطرح أشياء واللي حابب يتصل كمان من دردش أهلا وسهلا طبعا موجود السكايب جان.بروتو تحت بالدسكريبشن وأتمنى منكم كما بقولوا المشاركة على كل حال أنا روح نشوف حديث آخر من الأحاديث اللي أبغض الحلال لعند الله الطلاق طيب سئلة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثينين تعرفوا كلهم ما صح هذا حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق لإجابة بيقول حديث هذا ضعيف لأنه لا يصلح أن تقول حتى بالمعنى أبغض الحلال إلى الله لأن ما كان مبغوضا عند الله فلا يمكن أن يكون حلالا لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته طيب يعني كيف يا شيخ يا عثينين إذا الطلاق حلال كيف هلا بترجع بتقول لا يحب أن يطلق زوجته لرجل أن يطلق زوجته لما أنه حلال وأنت قل يعني هم يقول الحديث بيقول أبغض الحلال عند الله الطلاق وترجع تقول الحديث ضعيف لأنه لا يصح أن يقول حتى بالمعنى حتى بالمعنى أبغض الحلال إلى الله لأن ما كان مبغوضا عند الله فلا يمكن أن يكون حلالا أوكي لكن لا شك أن شوف برجع بناقب نفسه وبنفس الجملة لكن لا شك أن إله أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته طيب إذا ما بيحب ليش خلا يطلقا ليش حلاله يطلقا ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة ويدل على أن الله لا يحب الطلاق ولقوله تعالى في الذين يقولون في نسائهم قال للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعا عليم يعني إذا عزموا الطلاق الله يسمع لكم عليم أي بالبقرة ففي رجوعهم قال فإن الله غفور رحيم البقرة الآية 192 يعني الله يغفر لهم ويرحمهم وفي عزمهم الطلاق قال فإن الله سميعا عليم البقرة الآية 227 وهذا يدل على أن الله لا يحب منهم أن يعزموا الطلاق يعني كيف سميع عليم وكيف لا يحب لما تسمع وتعلن فلازم فحديث كمان الأبغض والحلال عند الله الطلاق هو كمان حديث ضعيف في حديث حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني لما بيقولوا لك هاي حديث إنه رجعنا من الجهاد الأصغر وهو الحرب والقتال والجهاد الأكبر يعني هالحديث هذا اللي بيتفجحوا فيه المسلمين إنه لا الجهاد هو ما قصده إن الجهاد هو يروع الحرب لا لك شو قصده الجهاد إنه جهاد النفس وبيقول لك هاي الحديث اللي اللي جايبينه إنه الجهاد الأكبر هو جهاد النفس طيب خلينا خلينا أعمل شير سكرين لي هال الجهاد النفس طيب الزهد الكبير للبيهق يفصل في تب الدنيا ومخالفة نفس والهوى حديث ثلاثمية وأربعة وثلاثمين أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا يحيى بن يعلى عن ليث عن عطا عن جابر رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاد فقال صلى الله عليه وسلم قد انتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قال وما الجهاد الأكبر قال مجاهد العبد هواه هذا إسناده ضعيف هذا إسناد ضعيف هكذا وجدت ولم أجد له أطرافا وشيخ البيهقي ضعيف جدا والعلم لله وحده أبو المنذر السلفي الأثري عم بيقول أخي الكريم لعلك تقصد رجعنا من الجهاد الأصغر رجف الحديث قل لي باع عليك وهذا مثل جديد للمطلوب تسام فإن كان ما قلت صحيح فإليك التخريج روى بيهقي في كتابه الزهد وأخيرا قال البيهقي هذا إسناده ضعيف يعني أنا ما أبدأ روح أقلب كتير يعني إسناده ضعيف من البيهقي وفي كتير ضعفه كمان من المحدثين وغيرهم يعني فابن تيمية عم بيقول له أصل له البيهقي ضعيف ضعفه العراقي في تخريج الأحياء الألباني منكر شوفوا الألباني قال منكر ذكره الفتن في تذكرت الموضوعات ضعيف قال الصيط لا أعرفه مرفوعا الزليعي غريب جدا قال الشيخ ابن عثيمين عند ذكره في الشرح الممتع في الشرح الممتع ولكنه حديث ضعيف غير صحيح وقال في إحدى فتاوي ضعيف جدا وموضوع نجموع فتاوي ابن عثيمين هاي إذا رجعتوله فكل هدول يضعفوا وأنه يعني التبجح صدقوني اليوم التبجح أنه عبنا من الجهاد الأكبر للجهاد الأصغر للجهاد الأكبر وأنه الجهاد هو الجهاد النفس الجهاد الحديث هذا مشهور جدا في الغرب بيجي يقولك الجهاد هو جهاد 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 هو جهاد النفس وليس أنه تروح تحير بالناس فبيطالعوا لك الحديث هذا ومثل ما شفنا كم من المشايخ ضعفوا وأنكروه إذا الألباني أنكروا وابن عثيمين ضعفوا كلهم يعني وأتمنى كمان متل ما تروحوا عشر الحوين تشوفوا على كل حال أصدقائي أنا أظن يعني إذا ما بعرف إذا فيه أحاديث أخرى باقية أظن أنا بالأحاديث اللي جبتها كلها قرأتها على كل حال فاللي حابب يتصل أهلا وسهلا أنا طبعا السكايب مفتوح اللي حابب يتصل أنا أتمنى ما يكون في مشكلة كمان باللاين طيب الأخ جانو الأخ جانو أنا راح أتصل فيك ما بعرف أنا ليش ما جان أهلا وسهلا جانو دحياتي حبيبي أهلا وسهلا فيك جانو وكل أصدقائي الموجودين فيك جانو بالنسبة لهذا الموضوع صورة توبة نسخ كل هذه الأشياء هذه صحيح الآيات اللي تطلب لكم دينكم وليا دين والجهاد العرض الأكبر على أساس جهاد النفس كل شيء يعني وصورة توبة هي من أواخر صورة اللي نزل على أو مش نزل اللي محمد كتب في الدين يعني باقي فالمشكلة المسلمين دائما يتبجحون بصور مكية وينسون الصور الأخيرة اللي نزلت يعني وما أصلا ما بيذكرون أو ما 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 يتطرحون لهذه الصورة قاتلوا وترهبون عدو الله ومتبعهم مثل ما بتكون أصلا ما 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 يتطرحون لها يعني بين كل شيء كان في كتير أشياء المهمة يعني بالنسبة إلي وإلا أكولي جميع الأخوة الموجودين بين بس المشكلة في عقلية المسلم وفي تجار الدين اللي بيجملون هذا الدين يعني مدى الزمن وخلاص يعني ما بيقدر التجميل خاصا الآن صيف الميكاف والميكياج كلها بتنزل في وجههم يعني الوجه الطريح بيدان من البعيد تعرف جانو يعني أنا لما بيساووا هيك بيحاولوا يجملوا وجه الإسلام هيك بشبه أنه مثل واحد عم بيجمل وجه غول وهالغول هادا ميت أصلا يعني عم تطلع ريحته يعني مو بس والمشكل المشكل جان حديدي بينافقون نفسهم وبيكسبون على نفسهم يعني أنا بتعصب كتير لما بشوف شخص آآ بيدافع عن الإسلام لما بسألوا سؤال محدد ويلفي ويدور وما بيجاوبني يعني لما بسألك سؤال محدد تجاوبني جواب محدد نعم أو لا فهم ما بيقولوا لا نعم ولا لا بيجيبون أشياء تانية بيحاولوا يبرروا بصراحة يحاولوا يبرروا يعني آآ جان 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 كيف كيف انت بتفسر هالمسألة هاي يعني يعني انت بتجيب له الدلائل والبرهان ومع ذلك بصير بيلف و بيدور بحاول يطلعك من الحديث هذا بس المهم المهم ما يواجه الحقيقة يعني يعني منبارحة كنت في برنامج مع أبي أحمد حرار حيوار مفتوح حيوار مفتوح حيوار مفتوح مع المؤمنين سألت سؤال محدد لمصطفى انت تعرفوه آآ طبعا شخص كتير محترم أنا بحترمه كتير بس أنا ما بحط أسلوبه يعني الأسلوب سألت هل إله محمد هو نفس إله آآ آآ موسى قال آآ طيب هل كسب محمد أو لا بيقول لي أنا أنا ما ما أتطرق على ما 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 أتطر بالأحاديث طيب هل محمد قتل أو لم يقتل ما جاء هل محمد نهب وصرق لا يجاوب هل محمد زنى أو لم يزني ما يجاوب طبعا هذي وصايا عشرة في موسى يعني أنا ما بعترضي كل الأديان بس هذي مثل ما بيقول الأخلاقيات صحيح هذي الأخلاقيات مش موجودة في نفس هذا الإله اللي بيؤمن بي فكيف هذا النبي صحيح يعني صحيح بالضبط بالضبط يعني يؤمن بي هم هم بصراحة هم مساكين مساكين جانب المسلمين مساكين يعني متربين ترباية قاسية جدا في الإسلام وعم بيواجهوا أشياء بعمره ما سمعوا فصدمة نفسية إلهم يعني بيقول له بتآمن بعيسى وموسى بيقول لك إيه بآمن فيهم ولكن مين هن عيسى وموسى اللي ذكرهم القرآن طعب تعالوا على الواقع يسوع هذا يسوع عبداللوع شيء مختلف كليا عن يلك لا أحرفوا الإنجيل يعني دائما دائما تلاقي في تبريرات وفي حجج تحريف فقط هي بيقول المسلمين أنه مسحوا اسم محمد في كتبهم شنو هذا التخاريف لا صحيح صحيح للأسف الشديد يعني بصراحة تحاول يعني مثلا لما تيجي تقول له أنا أمس أظن البارحة كانت واحد شخص عم يقول يا ملحدين أتحداكم وما بعد واحد عم يقول لماذا لا تنكح أختك يا ملحد وما بعرف شيء قلت له يا رجل أنت عن مين عم تتحدث يعني أقل شيء أنت شوف نبيك تزوج أنا ما قلت أشياء أخرى قلت تزوج طفلي عمرها 9 سنين وما ذكرت له أنه كان يفاخدها 3 سنين قبلها يعني مباشر صار يقول لي المرأة كانت تنضج بسرعة طفلة في الصحراء من 1400 سنة لكن السؤال بديه يعني 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 بالعكس بالعكس لذلك أصلاً محمد وعداً بالمياه النظيفة في الجنة يعني فعلى أي أساس رح ينضجوا بسرعة يعني فأتمنى من أهالينا يفكروا شوي يعني لما يواجهوا هيك مواضيع يفكروا فيها يعني بدل ما المهم يلقوا تبريرات زائفة ما العلاقة بالواقع نهائياً أشكرك جزيل الشكر أخوي جانو أشكرك على الاتصال الراعي أشكرك جزيل الشكر جانو طيب خلينا نشوف الأخ ماهر عمرو لاب الحكم في حديث أن الإبل خلقت طيب نشوف اتصال من الأخ خالد خالد فضل خالد خالد فضل ايه أخي جان ياريت علي صوتك شوي خالد نعم نعم أخي جان فضل فضل أخي جان أنا ما مشكلتي مع محمد وشو عمل شو سوا يعني صراح حلال علي بس أنا مشكلتي بالعهد هذا بالجيل اللي نحنا فيه الناس هلأ المعمي على قلبه صحيح يعني فيه بلدان عم تتدمر ملايين الناس عم تتشرد وأنا واحد منهم يعني مهندسين والبكاترة وعلماء بيؤمنوا بهالغرافات والزعبالات يعني لقيمة العالم بتتدمر سكرة عيونها ما بعرف نحنا عم نعيشها بسبب ما حصل من ألف وأرواعمائة سنة عم نلبح بعضنا علوي شن سن الشيعي كزا فلان فلان يعني شي مو محبول مو طبيعي يعني فيه غسل أدنغة لدرجة بعيدة لا يمكن تصور عقل عقل المئادة ما يعني يعني شيء خارج عن التصور يعني تروح لعن دكتور بجيلك الدكتور حدل أنت صائم يا أبن انت دكتور شو حد تقلني الدكتور يعني يعني شيء لا يعقل شيء لا يعقل بالضبط خالد خالد يعني فيه كتير طروحات بتقول إنه محمد كان شخصية وهمية ولا هن حطوه في التاريخ بصراحة مثل ما قلت انت يعني نحن ما بيهمنا محمد راح مات الزلمة شبع موت من علاقة فيه أصلا مو موجود لا من قريب ولا من بعيد ولكن المشكلة حاليا شو عم بيصير فينا بهالتعاليم هاي نحن ضد هالتعاليم ما نضد شخص محمد ناسا نعم نعم يعني شيء شيء ما يصدق يعني صار شيء عالم مقتولي أدمغتك عالم يعني عالم غير قابل للتحديث ولا للتطوير ولا اي شكل من أشكال الحضارة خلص عايشين هيك 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 قال له أقول جده خلص يعني ما ما عد بيتناقشيني عقائيا آآ جان أنا بس في عندي اختراحة إليك مشان آآ موضوع اللغات الإنسانية الحية آآ تصبر اللغات الإنسانية الموجودة حاليا باتمنى تساوي حلقة مع آآ 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 آخه المثقفين اللي بتحكي معهم بالعادي مثلا ديفيد رجولتاف وكذا اللغات الحية الموجودة حاليا يعني ليش نحن ما قلتها مثلا نكمل كل البشرية تتكلم لغة حبه وآدم مثلا مم يعني إنه سؤال محير يعني إنه ليش ما كل واحد بتتكلم لغة أبو لا تكفر يا خالد لا تكفر الارض بتتكلم عربي يعني طب قاله لو واحد شو كان اللغة اللي كان يحكوها حو ادم المحذج يعني عربي 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 ولا يهودي صراحة ما بعرف انا بس انا اللي يعني المفروض هو يكون عربي لانه الارض بتتكلم عربي اشكرك حبيبي خالد اشكرك جزيلا شكرا اكيد اكيد هو وفيه بصراحة تطور الديانات وفيه كتير افكار جديدة يعني بدنا نطلق الى واتمنى اتمنى اتمنى من الاصدقاء اه اتمنى اتمنى من الاصدقاء اللي يعني اللي عندهم مقدرة وعندهم الامكانيات مثل ما اقول الثقافية المعلوماتية انه يخدمون بها الموضوع ويخدمون اهالينا بها الموضوع هذا في تطور الاديان في تطور اللغات ممكن يفيدونا ونساوي بحس عليه ونستفيد كله اتمنى هالافكار اشكرك خالد جزيلا شكرا حبيبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا بابا طيب اه اشوف مين بقى معنا طيب عم بيقول ماهر ان الابل خلقت من الشياطين وان وراء كل ابل شيطان حديث رقم الف وخمسمائة تسعو سبعين في صحيح الجامع للشيخ الالباني يا السلام وفيه يعني كل تصور وكل ابل في وراها شيطان ومع انه يعني بصراحة اشياء خرافية اللي بيؤمن فيها يدل على نقص تفكير مو معقول يعني تفكير الى ابعد الحدود يعني هل من المعقول الابل خلقت من الشياطين بعدين بيجي بيقولك شرب شخاخ الابل فيه الشفاء لكل ده يعني شيء بصراحة محير كل شيء متناقض فيه طيب يعني شرب شخاخ الشياطين هو اللي يفيد مثلا يعني اذا كان ان الابل خلقت من الشياطين وان وراء كل ابل شيطان حديث رقم الف وخمسمائة وتسعو سبعين في صحيح الجامع للشيخ الالباني هذا الشيخ الالباني طيب كيمو عم بيقول اخي جان منور اولا ما صحة حديث من ازا زميا فانا خصمه يوم القيامة بصراحة انا لازم ارجع اشوف صحة الحديث هذا بس انا توقعي حديث ضعيف يعني انا توقعي لانه فيه حديث كتير ضعيفة بصراحة حديث كتير ضعيفة يعني هن كتير يعني كل شيء يعني يقول في تجميل يقوم بتجميل الاسلام اظن لازم يشك فيه مضبوط يعني انا الاسلام اخر طبعا اخر نسخة هو القتال يعني واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وضيقوا عليهم وما بعرف شو ضيقوا عليهم في الطريق حتى يدفعوا الجزية وهم صغيرون وكل هالاشياء هاي هاي النسخة الاخيرة من الاسلام ولن اتركها في جزيرة العرب الا الاسلام ولعن الله اليهود والنصارى وكل هالاشياء هاي هو النسخة الاخيرة الطبعة الاخيرة من الاسلام مع عدد ذلك يا اما منسوخ يا اما موضوع وضعيف فحديث مثل هيك من ازا زمنيا فقد ازاني هذا اظن يعني يا اما منسوخ يا اما ضعيف يعني ما اظن يكون له اي فعالية موجود ولكن هم المسلمين يعني طريقتهم مثل ما بقول اللف والدوران هاي بس بشان يغطوا الوجه الغول هذا ويجملوه الغول الميت على كل حاله هو ميت ميت وعن تطلع ريحته يعني فهم يجملون وجهها الغولة اهرام عم تقول اكو حديث المرأة لا يجوز لها ان تتعطر لان تجلب الرجال اليها في طبعا حديث عن الملائكة تلعن للمرأة المتعطرة الى ان ترجع للبيت وحديث كتيره في لعن الملائكة والقصص هي على كل حال اصدقائي انا اعتذر منكم يعني لانه بجيت متأخر بسبب البنك وعا كل حال انا بكرا رح نعمل حلقة كمان اتمنى تكون مفتوحة مع الاصدقاء اللي حابق يشاركنا ونتناقش بافكار اهالينا وكيف يؤمنون وشو وليش يؤمنون بهالافكار هاي اتمنى بكرا تشاركونا وتكونوا معنا وتشاركونا متل ما بقولوا صوت وصورة يعني على كل حال اصدقائي اشكركم جزيل الشكر ومتل ما قلت اتمنى ممكن مشاركة مشاركة رابط الحلقة ومشاركة رابط القناة حتى نصل لأكبر عدد ممكن من اهالينا واهالينا متل ما قلت هم همنا الوحيد وهمنا الاساسي من وراء كل عملنا هذا لانه يعني شايفين نحن وضعهم في هل انحطاب هذا فلازم ننقذ اهالينا بكل الوسائل واتمنى من الاصدقاء الساعدون في توصيل سلطنا الاهلين على كل حال اشكركم اصدقائي جزيل الشكر واشوفكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج الجهرب للحاد حتى ذلك الوقت كما يقولون في الجنفاز اشوفكم بخير كونوا سعيدين وكونوا يقيزين وفكروا خصوصا اهالينا مستمين فكروا في حالنا يا اهالينا شكرانوا الى اللقاء اشتركوا في القناة